السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة الدروس العالمية اونلاين. ان شاء الله نكمل بعضها اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي. هناخد نهاردة الجزء الخاص بالجرامر. هنتكلم دلوقتي على زمن المواضي البسيط. هنتكلم على كل حاجة في المواضي البسيط. ونتكلم على كل التركات ممكن نوع فيها. نتكلم على المبنى المعلوم. المبنى المجهول. ونحل على ده كل اسئلة. ونقول السبب بتاع الحل. خلي بالك. الجرامر مش حفظه. الجرامر فهم او بالما يبقى حفظه. الماضي البسيط خدناه كتير سنة الفاتح. بس طبعا العرض بتاعه في المواضيع بيتوسع شوية كده وتبدأ طبعا تركز في بعض التركات. الماضي بيكون طبعا من الايه? فاعل. التصريف التاني الفاعل. لما اقول مثلا احمد visited his friends yesterday. احمد بيزور ايه? يعني بيزور اصدقائه او زر اصدقائه بالامس. تمام? انا عندي هنا احمد الفاعل الفاعل visited. المفعول. المفعول من هنا طبعا his friends. وطبعا كلمة يسر دي التكمل. دي بيجملة عندي فاعل وفاعل ومفعول. دي جملة مبنى المعلوم. ذاي. ادي واحدة. الفاعلة هوت اشو. هما شافهم طبعا العرض ايه? هلال الماضي. كده جملة مبنى المعلوم ليه يا مستر? لان الجملة بدأ بفاعل خلي بالد. تمام? طيب. لما جن في الفاعل في الماضي البسيط? طبعا النافع في الماضي البسيط زي ما كنا بنقول لكده. فاعل didn't زائد المصدر. سهلة جدا. فاعل didn't زائد المصدر. احمد didn't or did not visit his friends يا سردعي. جاب لي هنا visit. they did not or didn't see a show last night. لما ناخد بقى زي نكون سؤال بهل في الماضي البسيط? هتبقى did فاعل المصدر. did you tidy your room? yes I did. did عمر. do his homework? no he didn't. خباك الموضوع بسيط جدا في الاول بس ماشي معك واحدة واحدة. طب لو اكون سؤال بادات استفهام. هجيب ادات استفهام. بعد كده did or didn't حسب معنا الكلام. فاعل مصدر. يبقى هنا اي ادات استفهام? did. فاعل مصدر. where did you watch the match? اين قمت بمشاهدة الماتش? why didn't you stay at hotel? ليه انت طبعا لم تكن في الفندق. بعد كده بقى نيجي الاهم نقطة. ودي برضو اللي بقى فيها تركات ومعوزاتكم بتلعبط فيها. بنحول المطل بسيط لصيغة المبني المجهول باستخدام الصيغات التالية. مفعول was aware تصريف تالت. خلي بالك. يبقى المجهول المبني المجهول يدقى بيه بمفعول. اعرفها كده زي ما قلت لك سنة للفاتحة. مجهول مفعول مجهول مفعول. يبقى لما يجي للسؤال اسأل نفسي الاول. هل الجملة دي بقى بفاعل? يعني هو الان بالفعل ولا بمفعول اللي واقع عليه الفعل. نشوف كده. واحدة واحدة بقى زي الفاعل ديت الفعل. ديت المفعول. تمام? دي ما بني معلوم. هم مشاهدوا الفيلم الا الى الماضي. حيث غلا مجهول هتدقى تقول ايه بقى? الفيلم اللي هو المفعول اللي بعد الفعل يجبته في الاول خلص اهو. تمام مشاهدته? ممكن اقول طبعا ايه? او مقولهاش وما فيش مشكلة خلص. تمام? يبقى الفيلم تم مشاهدته. يبقى انت خلي بقى لك اللي جملة المجهول تبدأ بايه? بمفعول. في كلمات وتعبارات بتدل على الماضي. زي ايه? زي مثلا لما اقول لك يسر داي ولك last. ago. once. once upon a time. the other day. لمؤخرا. in the past. in ancient times. او in twenty eleven. اي سنة في الماضي. وبريفياص لي فيما سبق. مثلا. I met some old friends in the club. the other day. انا قلت بعض الاصدقاء ليه? القدامى في النيادي. طبعا مؤخرا. مصر محمد مصر محمد انتقل للمنزل بتاعه من اسبوعين. طيب ظروف التكرار ممكن اجيبها مع عادات في الماضي ايوة. وطبعا كان عندكم شائع زمان يقول لك ده ويجول ونفر واوفن اوعد جيبهم في الماضي. دول بيجوا في المدارة على طول لا انا ممكن اجيبهم في الماضي. وده النقطة جديدة خلي بقى منها بقى. ممكن اجيبهم للتعبير عن عادات في الماضي. مثلا. سما دائما كانت معتادة تستايقز مبكرا. لما كانت طالب. اذا ينفع عجيب في الماضي هو. تمام? طب نشوف كم سؤال كده. بتحيط حلوة في المعاصر. انما كل مشرح جزئية صغيرة اخد عليها كم سؤال عشان ااكد النقطة اللي فاتت. تمام? نمبر ون. من اسبوعين. خلي بالك بولك من اسبوع انا الفاعل. يبقى انت اكده عاوز جملة ما بني معلوه. يبقى بتصريفي التاني للفعل. ويضاف الدي او اي دي. يبقى تمام. نمبر او. من اسبوع. طب شجرة التفاح هيتم زراعتها ولا هتزرع نفسها? لا يتم زراعتها. تمام. اذا دمام من المجهول. يبقى وز او ور والتصريف التالي. اذا سي وايه غلط. طب وز ولا ور هي شجرة واحدة? يبقى تمام? نمبر ثري. يسر داي. هما? عايزو لك ايه? لم يقوموا بطعام الحيوانة بتاعتهم بالامس. هما الفاعل. اذا انا عايز مبني المعلوم. تمام. طب المبني المعلوم في الماضي البسيط بس سمان فيه. زاد الماضي يبقى ايه? يبقى تمام. نمبر فور. نوات يسر داي. المرضى بدأ ليبقى ايه? بالحيوانات. طبعا الحيوانات مش هتطع من نفسها. اذا الحيوانات دي مفعول. تمام? يبقى دي جملة مبني مجهول. يبقى وز او ور وتصريف تالي. يبقى اما ليه تربيه? هي لما يقود اصلا يبقى فعلا وار ان تفد. تمام? من فحش اقول الارد تفد عشان دي مضارعة. يبقى دي الحيوانات بتاعتهم لم يتم اطعمها بالامس. نمبر فايف. احمد ريد. شفت انا اغطيتها ازاي? ريد مش ريد. ليه مصر ما قلناش ريد. لو كنت قلت ريد كنت المفروض قلت احمد ريد. يبقى مضارعة. انما ريد هنا ماضي. فالنطق بتاعها في الماضي. احمد ريد ان انترسينج ستوري. بدل ما جبليش في اس مع احمد المفرد. يبقى ديت مش مضارعة. بدل هي ماضي. يبقى اجيب كلمة دولة على ايه? على الماضي. عندي هنا افري داي. عندي هنا اغو. عندي ناو. عندي the other day. طبعا ماضحة جدا هتبقى ايه? the other day. يا مصر طب ليه ماخدتش اجو ما اجو بالدول على الماضي. اجو لما يجيب لك قبلها مدة زمانية يقولك three days ago two days ago three months ago هكذا. ملاحظاتها ما خلي بقى منها بقى. انت جيب في الماضي البسيط. في ناس بتلغبط. انت جيب ووزوير وانت جيب في ناس بتلغبط كتير بقول لك هو. طب يا مصر خلاص كلام في الموضوع ده. هجيب لك الخلاصة بتاع الموضوع ده. فاعل مصدر. فاكرين فاعل مصدر. ما تجيبش في في الماضي? اللي ازا كان فيه فاعل مصدر. طيب ما فيش فاعل مصدر. وفيه صفة او حرف جر او ناون يبقى هجيب وز اول. اكتب عندك صفة حرف جر او ناون. اجيب وز اول. مثلا. he was at school. شايف? at school. حرف جر اهو. بعد وز. he wasn't at school. منفية. لو هجيبها سؤال. was he at school? هل هو كان في المدرسة? where was? هي صر دي اين كان هو بالامس. هنا ما فيش فاعل مصدر زي ما قلت لك اهو. لو فيه مصدر هجيب ديت بقى. خلي بالك برضو انه ممكن اجيب هاتف الماضي. تمام? بس هاتف الماضي هنا اللي هي معاناها ايه? تناولة مثلا. مش فعل مساعد هنا. she had lunch at two clock. طب مصدر انا عارفها ازاي ان هي فعل مساعدة. لو بعدها التصريف ثالث يبقى فعل مساعدة. ما فيش وراء تصريف ثالث ازا دي هتفعل اساسي معاناها تناولة. she didn't have lunch النفي بتاعها. اللي انت تناول الغداء. did she have? فاكرين دي ادفع المصدر. بقى المصدر من هاد هيبقى have. when did she have? نفس كلام دي ادفع المصدر. نحن اللي بقى سؤالين تلاتة على ديوات اربع سلقة وخمسة امت. number one. حسن not at school yesterday. حسن هنا عايز يقول لك ايه? لم يكن في المدرسة بالامس. طبعا فيش حكا اسمها didn't be. لان بي اللي هي was aware فنقولها على طول ايه? wasn't at school. تمام? number two. at school yesterday? ده سؤال. بتاعس تقول هل حسن? كان في المدرسة بالامس? طبعا ما ما نفعش اقول date حسن بيه? قلنا بيه هنا. معناها يكون فبقى ما كان امه ازوار ما دي نفعش هنا. طب ينفع اقولها ايه? يبقى was حسن. هل كان حسن موجود في المدرسة? تمام? number three where yesterday? اين كان حسن بالامس? هنا هنا قلنا date ما ديواتش تيجي معا بيه ولا ديس كمان تيجي معا بيه. يبقى وير حسن ولا وز حسن طبعا وز حسن لان حسن مفرد. يبقى where was حسن ياسر داي? number four. I lunch at home ياسر داي. يبقى لك الغداء في المنزل بالامس. يبقى ايه? طبعا هقول I didn't have. فاعل didn't. زايد المنظر. تمام? number five. lunch at home ياسر داي. هو جاب لك هنا صيغة سؤال. السؤال في الماضي يبدأ بيه? يبدأ بي did. يبقى ايه? يبقى did you have? letter be. تمام? طب ايه بقى استخداماته للماضي البسيط? يعني امتى اجيب ماضي بسيط? اول حاجة للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي مع طبعا عادة مع تعبير زمني في الماضي. لما اقول مثلا I visited my grandmother last friday. انا زرت جده الليلة الماضي او الجمعة الماضي. my father built this house ten years ago. جده ولا بابا هنا بابا قام بناء المنزل ده منذ عشر سنوات. يبقى عندي اجو تعبير زمني وللص فريدي تعبير زمني والحدث بدأ وانتهى فين في الماضي. كمان كنا استخدم الماضي البسيط لسرد مواقف وقصص واقعت في الماضي. بتحكي على اللي حصل يعني. طبعا دي قصة مشهورة بتاع Oliver Twist. he was sent to the orphanage تم ارساله لليه للمالكة او دار الايتام. فبالتالي بيحكي لك اللي حصل. ممكن اجيب الماضي بسيط بعد F الحالة الشرطية التانية. فاكرين الحالة الشرطية التانية اللي خدتها في العداد دي. F فاعل ماضي بسيط فاعل وضو المصدر اهي. If I studied hard I pass this exam. دي قبل ماضي بعد F الحالة الشرطية التانية. بان في وضو والA والمصدر. كمان الماضي بسيط. ممكن نستخدم معادات في الماضي. يقول بس هنا ركز فيها اوى بقى. بستخدم صيغ كتير اوى عشان اعبر عن العادة اللي تحصل في الماضي. فممكن اقول فاعل used to زيط المصدر. بدل بكلامها العادة في الماضي. اذا العادة لم تعد موجودة في الحاضر. لما اقول. He used to swim in the sea. هو كان معتد ان يزبح في البحر. معنى الكلام ده. He don't swim now. مبقى يزبح شي دلوقتي. خلاص بقى يزبح في الحمم السباحة مثلا. لما بيخاف من بحر مثلا. She didn't use to wear glasses. لم تكن معتد على ارتداء النظارة. معنى الكلام ده انها بتلبس النظارة دلوقتي. ممكن اجيب تعبير ثانية يدل على التعود او العادة في الماضي. مثلا اقول له. it was someone's. او اجيب صفات ملكية habit to واجيب مصدر. مثلا. it was his habit to swim in the sea. كان من عادته ان يزبح في البحر. كمان ممكن اجيب صغة عبر على ان شيء كان معتد في الماضي. لما اقول فاعل was aware use to اجيب المرة دي بقى مش مصدر اجيب اسم او فعل في اي نجي. يبقى لما كنت اقول use to من غير was aware كنت بجيب مصدر على طول. لكن use to ما قبلها was aware اجيب فعل في اي نجي او ناون. مثلا. they were used to working in the sun. وما كانوا معتدين على العمل في الشمس. I was used to eating salty food. كنتم معتدين على التناول الطعام المالح. او I was used to salty food على طول. ممكن اعبر عن التعود على القيام بشيء في الماضي باستخدام فاعل got او became او grew. use to برضو اجيب اسم او فعل في اي نجي. بس انا دايما بقول لك ممكن تكتب جنب دهية عشان توضحها شوية للتدريج. بتعود على شيء بالتدريج. يعني مثلا. I got used to the freezing weather in كندا. انا اعتدت على الطقس المتجمد في ايه? في كندا. اتعودت بالتدريج. I grew used to working on a farm. اعتدت بالتدريج على العمل فين في مزرع. تمام? نحل بقى كم سؤال برضو عالجزئية اللي فاتت ديها. number one. if we not buy the sea. we would go swimming everyday. لو احنا طبعا كنا بنعيش جنب البحر كنا روحنا السباحة كل يوم. خلي بالك وضو المظر يبقى الحالة التانية. ايه? فاعل ما ده بسيط. فاعل وضو المظر يبقى. number two. when I was the student لما انا كنت طالب. I up early. كنت بساكس مبكرا. يبقى ايه? used to get. ما فيش هنا في الاختيارات used to get. نشوف حاجة تانية. طب was used to get? ولا was used to getting? لا هي دي الصحيبة. ايه دي الصغة الصحيحة. was aware used to the engine. number three. go for a walk every week. بيسألك سؤال. هل ان كنت معتاد? هل انك تروح تتمشى كل اسبوع? يبقى did use to زاد المصدر. يبقى هنا تبقى ايه? did you use to go for a walk every week. نكمل بعد كده بقى notes for advanced level. طبعا دي ات ملاحظات للمستوى المتقدم للفائقين وان شاء الله كلكم تبقوا من المتفوقين. اول نقطة. ممكن استخدم ديد والمصدر في الجمل المثبتة للتوكيد. بمعنى. you saw who stole the money yesterday? انت شفت او رأيت اللي سرق الفلس المبارح? ممكن اقول لك بطرقة تانية. you did see. انا عاوز اتأكد منك. you did see who stole the money yesterday? دي بقى ممكن اجيب ديد في السؤال او في الجملة الخبرية للتأكيد. الجملة المثبتة. نقطة تانية. خلي بالك. ممكن استخدم جملة الماضي البسيط في الصيغة التالية للتعبير عن شيء غير متحقق في المدارع. وهقول لك يعني ايه غير متحقق في المدارع دي. مثلا. i wish فاعل ماضي بسيط. لما اقول لك. i wish sama had enough time to help me. والله هتمنى ان سما كان عندها وقت عشان تساعدني. معنى الكلام ده ايه? سلمة مش سما هنا. وكتب مرة سما وكتب مرة سلمة. هي هي مش مشكلة. سلمة او سما can't help me because she doesn't have enough time. معنى الكلام ده. ما اتمنى حاجة غير متحقق في المدارع. نقطة تانية. it is about او almost او high time. واجب فاعل واجب ماضي بسيط برضو. it's high time you returned home. يعني زي قولك ايه? المفروض تكون دلوقتي روحت المنزل. يعني ايه? يعني you are still out. يعني انت ما زلت في الخارج. مثال تالت او نقطة تالتة. فاعل would rather او sooner. اجيب فاعل مختلف عن الفعل الاول. وماذا بسيط. ركز في جملة دي. I'd rather you. ما قلتش I'd rather I. I'd rather you arrived on time. والله هنكنت افضل انك ايه? تكون وصلت في الوقت المحدد. معنى الكلام ده. you don't arrive on time. انت ما بتوصلش في الوقت المحدد. في حالة عدم وجود فاعل بعد sooner or would rather. بنجيب القاعدة الاصلية بتاعت would rather. اللي هي ايه? بيجوا راه فعل مصدر فقط. ويبقى ده اسلوب تعبير عن التفضيل. لما اقول فاعل would rather or sooner or sooner وهو مصدر على طول. مثلا I'd rather go shopping and after run and after run. والله هنبفضل رحل للتسوق ايه بعد الظهر. تمام? ده مرحوزة التالتة. بنجيب الماضي البسيط وليس بنجيب الماضي التام. وليس الماضي البسيط. في حالة وجود تعبير زمني هدول على الماضي بعد I wish. I'd rather it's about or almost or time. اللي احنا قلناه من شوية. نقولنا دول كلهم بيجوا قلناهم فاعل وماضي بسيط. لو في كلمة زي يسر داي مش هجيب ماضي بسيط هجيب ماضي تام واشوفوا المثال اللي قدامنا. I'd rather she had arrived home earlier يسر داي. والله انا كنت فضل انها تكون وصلت قبل كده بدري بالامس. تمام? يبقى هنا جبت يسر داي في الاخر هوت. وطبعا القادرة تات I'd rather وفاعل وماضي بسيط هخليها ماضي تام. تمام? نحن اللي بقى كم سؤال تقريبا اتنين واربعين سؤال. عشان اكبر استفادة ممكنة من الفيديو. ذاكر الجزء اللي فات بتاعك كواس جدا ورجع كلاماتك كواس جدا ويبدأ حلل وحدك. بقى كده شغل الفيديو تاني اعرف اجابتك صحة ولا غلط. واعرف السبب بتاع الحل. نمبر اي. اي بقى عايزي لك انا خدت اي اه الامتحان بتاع التالت عددي من ثلاث شهور فاتم. يبقى ايه? اي بقى ما ده بسيط. نمبر صلاح طبعا المضم لليفربول وطبعا خدت جايزة احسن لعب في العام. يبقى ايه? يبقى صلاح جويند. يبقى هنا ما ده بسيط فعل انتهى خلاص. نمبر ثري. اول مدرسة اللي ايه? مكانش عندي اذقاء كتير. يبقى ايه? يبقى ايه مدرسة اللي يعني في الماضه هو. يبقى اي دي دينت هاف. نمبر فور. ايه نوات هاد ميني فرينز ات مي فيرس سكول. خباك هنا بقى ايه? في المدرسة بردو القدمة بتاعتي. يبقى هنا برضو ايه? هيولك هنا اي. خلي بالك قالك هاد واعطت لها. فمسا انا كنت اقولها اقول بس لقلت دينت اجيب هاف. جاب لهاد ليه? يبقى هنا نيفر. مام? يبقى ايه نيفر هاد. يبقى من كنان في الماضي البسيط لما اجيب نفر معها. نمبر فايف رقاية didn't the mobile ringing. رقاية طبعا لم تسمع رقاية الموبايل يبقى فاعل didn't زاد المصدر تمام. نمبر سيكس. did sama not mom with the housework. هل سامة بساعد مميطها يبقى did faal المصدر يبقى ايه? يبقى help تمام. نمبر سيفن. what not كريم do when he cut his finger? كريم عمل ايه? لما جرح صباعه. خلبي بقى كلمة cut هنا فعل ماضي. طب ليه مصر cut هنا فعل ماضي ما احنا قلنا? لو كانت مدارك هنقال لي he cuts. انما قال لي he cut لاني التلات اصرفات زي بعض. بالتالي جملة ماضي بسيط. يبقى ايه? what did kareem do? يبقى what? هل تستفهم? did faal مصدر? number eight. why did rachma look tired? when she knows the door? ليه رحمة يبدو عليها متعبة لما طبعا ايه? لما قولك لما اغلقت الباب. خلبي بقى ديت فاعل مصدر ازا جملة ماضي بسيط. فاوين هنا هيجي برضو وراها ماضي بسيط. طب الماضي البسيط هتبقى what shot? لأ ده what shot مجهول. مال هتبقى ايه مصدر? هتبقى shot. ليه? لان verbi shot عمل زي cut. العفعال دي تصرفاتها الثلاثة زي بعض. هتبقى shot shot shot. كلمة cut cut cut. read red red. قلناها من شوية. number nine. نقط. جايب لك علام التعجو فما ينفعش اجيب سؤال. يبقى ايه وبي ودي غلط. ايه و سي ودي غلط. هتبقى ايه? هتبقى لتربيه. يبقى لتربيه. يبقى لتربيه. انا مستقرب انت لعبته كواس مبارح. يبقى هنا دي ايه? طبعا ده اسلوب تعجو. عشان كان ما يفعش اجيب سؤال. number ten. المرة ده سؤال. يبقى ازا لتربيه غلط. طب ويسر داي? يبقى لتربيه غلط. طب did you play well? number eleven. ايه بي يكلم بي. بلونات ياسر داي? قال له quite well. ازا عايز ولو هو انت لعبت بالامس. يبقى ايه? يبقى هنا لو قال له did you play something? كان قال له ياس. يبقى دي ما تنفعش. you played? ده ديت قملة. do you? ده ده مضارع. يبقى هاو كيف? لعبت بالامس. قال له لعبته كويس. number twelve. I off my tablet and I went out. طبعا يقول لك انا اغلقت التابلت بتاعي وخرقت. ازا هتبقى ايه? I turned off. number thirteen. my tablet off and I went out. التابلت بتاع المرة دي طبعا مش هيقفل نفسه. خلي بالك يا جماعة من الحاجات ده لا يكرمكم. ديت مبني المجهول لاني بدأ بمفعول. التابلت مش هيقفل نفسه هيتم غلقه. المبني المجهول become and was aware. والتصريف التالي يبقى ايه? يبقى was turned. number fourteen. I tired so I went to bed. انا شعرته بالتعب عشان كده ايه? ذهبت الى النهو يبقى ايه? I was tired. يبقى letter A. number fifteen. I tired so I worked for three more hours. يبقى هنا انا كنت تعبان عشان كده اشتغلت تلات ساعات اضافية? لا يبقى انا لم اكن متعب. طب wasn't تمام. يا مصر طب ليه ما قولتش didn't? احنا قلنا بقى. didn't لما تيجي يجيب معها مصدر وبين ما ينفعش تيجي مصدر. وجاب لي tired الصفة. فلي بيجي ورا الصفة مين اللي ديك قبل الصفة يا وز يا وين. number sixteen. not the best students at your first school. هو عايزه لك ايه? هل طبعا هم كانوا افضل طلاب في المدرسة الاولانية بتاعتك? هو مش جاب سؤال هنا هو عايزه لان هم كانوا. مش هل كانوا. وبالتالي بي و سي و دي غلطيب على طول زي وير هم كانوا افضل تلاميذ في المدرسة الاولانية. number seventeen. hair lunch. فيه هنا نقطة خلي بالك. ازا دي جملة. ما نفعش هبدأ ب did ولا had. she hadn't ولا she didn't have. قلنا تبقى فعلا مساعد لو وراها تصرف ثلاثة. هنا ما فيش تصرف ثالث. هتبقى she didn't have. number eighteen. مش ده سؤال ايوة. طب السؤال يبدأ بايه? يبدأ طبعا بفعلا مساعد. طب ما نفع did she have? ولا had she? ولا she didn't? she hadn't? ولا she didn't have? لا قلتش didn't have دي غلط هي او شي. ليه? لين ده الجملة? وهنا عايز السؤال. يبدأ دي تفع الماظر بايه? did she have? تمام. number nineteen. why not millions of people go to America in the nineteen century. لك ليه ملايين الناس من امريكا بروحوا امريكا. ملايين الناس بروحوا امريكا او راحوا امريكا بمعنى اصح في ايه الكرنة تسعتاشر. قبلك انت هيجب هنا فاعل وقالك فاعل مصدر. يبقى ايه? يبقى did. تمام. يبقى why did millions of people. number twenty. we can't go home by bus. نحن هنا لا استطيع الذهاب الى المنزل ايه بالاوتوبيس. the last بس اخر اوتوبيس. thirty seconds ago من ثلاثين ثانية. يبقى غادرة. ماضي بسيط يبقى left. تمام. من رقم واحد وعشرين بقول لي بقى special cases حالات خاصة فاركز فيها اول. number twenty one. he not to sit down until he had apologised. ودلوقتي يعني هو سمح له يجلس ولا لم يسمح له بجلوس حتى اعتذر. خباك واعتذر الاول. قبل كده ان انتيل بيجي قبلها او بعدها ماضي تام. وقبلها ماضي بسيط غالبا منفي. واحدة ولا مصر دونتو ما تنفعش عشان هنا مش ماضي. تمام. طب ووز الاود ولا دين انت قلاو ولا ووز انت قلاو ايسا نفسك سؤال الاول. هي هو هيسمح ولا ولا يسمح له ازان هو يسمح ما تنفعش. هو لم يسمح له يبقى letter ايه غلط. letter b غلط هتبقى letter c. he wasn't allowed to sit down. لم يسمح له بجلوس حتى اعتذر. بس ان نفسك الاول دفاعل ليهي ولا مفعول. number twenty two. who not? وعزك تكون سؤال بقى في الماضي. طبعا السؤال في الماضي. هو ممكن يجوى وراها did فعل مصدر. I was aware ويجيب صفة او اسم او حرف غر زي ما قلنا قبل كده. طيب ايه اللي ينفع هنا. لو قلت where the complaints made by. يعني هالي مجهول. ولا did you make the complaints? who did you make? ازاي بقى who did you make? لا هتبقى هنا letter a فعلا. يبقى who were the complaints made by. مين اللي الشك وتم عملها بواسطته. number twenty three. my grandfather always to work when he was young. نجده طبعا كان دائما يعني ايه? عزولك كان دائما بيتمشى لما كان صغير. تبتكلم في الماضي يبقى ووقت. تمام. number twenty four. he got used to in an office. هو اعتاد ان هو يعمل في مكتب. يبقى got used to. احنا قلنا لو used to الوحدة وراها مصدر. لكن give to good. او became. او grew. زي ما قلنا. يبقى اجيب فعلا في ايه? او اجيب noun. تمام. number twenty five. before joining the university. قبل الانضمام للجامعة. قول التحق بالجامعة. I living away from my family. طبعا قبل ما نضم للجامعة. انا ما كنتش معتادة ان ايه? ان طبعا ابعد عن اصرتي. طيب مصر ما هو كلمة didn't use to تنفع لم يعتد على wasn't used to تنفع. كلامك مزبوط كمعنى. لكن كgrammar living i-n-g. يبقى wasn't used to. دي اللي بيقى وراء اي نجي او نوم. number twenty six. I a car which cost me only one hundred thousand pounds. هزولك طبعا ايه? انا تعرض علي سيارة كلفتني. كام? حوالي مت الف جنيه. يبقى ايه? انا اعرضت ولا اتعرض علي? لا اتعرض علي. يبقى i was offered. تمام. number twenty seven. the door not and we went in. طبعا الباب. يعزوا لك ايه? ممكن الباب ايه? يعني انفتح او تم فتحه فتنفع معلوم ومجهول يبقى letter c. يعني فعلي دي انفع يجي في الحالتين كمعلوم وكمجهول. تمام. letter a w b. number twenty eight. I the door and we went in. دلوقتي انا اللي هقوم فتح الباب يبقى i opened. ده ماضي بسيط معلوم. تمام. number twenty nine. at the age of five في سن الخامسة. I to swim. في سن الخامسة. يعني في الماضي. I learned to swim. تعلمت السباحة. number thirty. as a boy كولد. مستر محمد not for his good behavior. كولد ده مستر محمد طبعا عايزه ليه? كان نعتاد. انه ايه بقى? لما كان مستر محمد ولد صغير يعني. كان معتدا يتم تكريمه. طبعا انا هجيبها ازاي في المجهول? انا عارف يا مستر ان يوزو تو زاد المظهر يكرم كان معتدا هو يكرم. لكن معتدا هو يتم تكريمه? ايوة. استنتك جده? تمام. use to be praised. يبقى كلمة use tool لما عاوز اجيبها في المجهول اجيب بعدها بي وتصريف تلاتة. احنا ما قلناش النقطة ديها بس اجات في ايه? في ادفو السنوية يا بني. خليبكم نقطة دي بقى. يبقى use to لما تجيبها في المبني مجهول تجيب بعدها بي وتصريف تلاتة ويكون قابلها مفعول نوبر تيرتي ون. كان معتدا انه يكون هادئ. خليبا لك لما يجيب لك صفة مع كلمة بي ما ينفعش اقول لك في الاخر غلط لكن اقول ايه? يبقى لما يجيب لك صفة ومعها بي هنا يبقى انت اجيب لك بط نوهي ازن. لو قل لك هتقول بط نوهي دازنت. يبقى دازنت مع الفعل لكن مع صفة تجيب ازن. نوبر ثيرتي تو. شينوات زماني. شينيدت. عازو لك انها يتم اعطاها المال اللي هي محتاجها. او لم يتم حسب المعنى بقى. طب هي طوحة المال اللي هي محتاجها. طب هي محتاجها بتعطيه ليه? يبقى جيف وجيف زغلا. يبقى هتبقى لطر ايه? مبني مجهول. شي وزنت جيفن. لم يتم اعطاها المال اللي هي محتاجها. انا افضل ان يو. خلي بقى لك بقى هو قبل فاعل بعد يبقى ممكن يجي ماضي بسيط او ماضي تام. ما فيش هنا كلمة تدوله على الماضي التام او على الماضي البسيط معنا صح لو او يسر دي او اجو. فبالتالي هجي ماضي بسيط. تمام? يبقى هنا didn't go. يبقى ايد رازر. افضل you didn't go out alone late at night. انك طبعا ما تخرجش بالليل متأخر. number 34. people use to be helpful but now die. الناس معتدين انهم يكونوا متعاونين. لكن دلوقتي هما شو بقى لك ايه? be helpful. جاب لي برضو هن. جاب لي بي وصف. يبقى انفحش اقول don't ولا didn't. اما لاجيب ايه? اجيب isn't او aren't. يبقى they aren't. check your understanding. يعني تأكد من فهمك لليل grammar في سيغة جمل معينة. خلي بالك. number 35. he doesn't smoke any longer. هو لم يعود يدخن. this means that he smoke. معنى الكلام ده. هو لم يعد يدخن الآن يعني هو كان معتد على التدخين. يبقى he used to smoke. تمام. number 36. which of the following is correctly structured. ايه من الجملة التالية يعني معمول بطريقة لغوية صحيحة. التراكيب اللغوي بتاعته صحيحة. ركز معي واحدة واحدة. قلت I used to studying غلط عشان used to ما يجيش ورها اي نجي. I was to I was used to study. لا دا was used to big or high energy. I got used to study. got used برضو big or high energy. ومنها تبقى I became used to studying. تمام. لأنني became و got grew big or high energy. او ناون طبعا. تمام. number 37. I don't have enough time for hobbies. أنا ما عنديش وقت كفارة الهوايات. I wish I enough time for hobbies. والله اتمنى اني كان عندي وقت كفارة الهوايات. I wish وجاب فاعل بس ما فيش كلمة تدوله على الماضي. دي بقى ماضي بسيط يبقى. number 38. I didn't have enough time for hobbies. أنا ما كانش عندي وقت كفارة الهوايات. when I was a child لما كنت طفل. I wish I enough time for hobbies when I was a child. شاف دي لما كنت طفل. دي المفروض اني دي تعبير زمني يدوله على الماضي. اذا بدل قابل I wish. وقابل فاعل. وقابل تعبير زمني. يدوله على الماضي. ما انفحش هجيب ماضي بسيط. وما لها جيب ايه? هجيب ماضي تام. بيبقى هاد هاد. number 39. she wishes she were tall. what does this mean? هي او هي بتتمنى ان هي تكون ايه? ان هي كانت طويلة. معنى الكلام ده لما تقول نفسها اكون طويلة. اذا هي مش طويلة. يبقى she isn't tall. تمام. الواقع بتاعها من غير كده. number 40. I'd rather you didn't use my mobile. والله افضل انك ما كنتش استخدمت الموبايل بتاعي. this means is that my mobile. معنى الكلام ده. ان انا مش عاوزك تستخدم موبايل. يبقى I don't want you to use my mobile. تمام. number 41. you have to pay the bill. انت مضطرة تفعل ايه الفطورة. right now حالا. which of the following gives the same meaning. ايه جملة من الجملة التالية بتدي نفس المعنى. يعني ايه? يعني it's about time you paid the bill. يعني مفروض دلوقتي تكون دفعت الفطورة. number 42. اخر جملة عندنا نهاردة. mom always sit the table for lunch. ماما دايما كانت تعد الايه الصفرة للغداء. خلبي بقى كلمة set. تصريفاتها تلاتة زي بعض. معنى الكلام ده ان ديت عادة في الماضي. this was a past habit. ديت كانت عادة. يا مصر ليه مش عادة دلوقتي ان اقولت لك كلمة set? ده اصلا فعل ايه? فعل تصريفاته تلاتة زي بعض. بدل تصريفاته تلاتة زي بعض يبقى الفعل ده ماضي بدل ما حطرش اس مع الفعل المفرد. تمام? مع الفعل المفرد يعني. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. اكبر ده عاملين عشان نستمر. والشارك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمد العز من قناة دروس تعلمي اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.